بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع من مصحف التهجد ومعه تفسير الموردي المسمى بالنكة والعيون للإمام أبي الحسن البصري الموردي صورة بني إسرائيل الإسراء مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وقال ابن عباس وقتادة إلا ثماني آيات من قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك إلى قوله سلطانا نصيرا تابعون ولا تنسوا الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عدنا لحضراتكم الآية رقم واحد قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لما قوله سبحان ففيه تأويلان الأول تنزيه الله عز وجل من السوء وقيل بل نزه نفسه أن يكون لغيره في إسراء عبده تأثير الثاني معناه برأه الله تعالى من السوء وقد قال الشاعر أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمه الفاخري وهو ذكر تعظيم لله لا يصلح لغيره وإنما ذكره الشاعر على طريق نادر وهو من السبح في التعظيم وهو الجري فيه إلى أبعد الغيات وذكر أبان ابن ثعلبة أنها كلمة بالنبطية شبهناك وقد ذكر الكلبي ومقاطل أن سبحان في هذا الموضع بمعنى عجب وتقدير الآية عجب من الذي أسرى بعبده ليلا وقد وافق على هذا التأويل سبويه وقطرب وجعل البيت شاهدا عليه وأن معناه عجب من علقم الفاخري ووجه هذا التأويل أنه إذا كان مشاهدة العجب سببا للتسبيح صار التسبيح تعجبا فقيل عجب ومثل قول بشار تلقي بتسبيحة من حيث من صرفت وتستفز حث الرائي بإرعاد وقد جاء التسبيح في الكلام على أربعة أوجه الأول أن يستعمل في موضع الصلاة من ذلك قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين الثاني أن يستعمل في الاستثناء كما قال بعضهم في قوله تعالى ألم أقل لكم لولا تسبحون أي لولا تستثنون الثالث النور للخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحرقت سبحات وجهه أي نور وجهه الرابع التنزيه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التسبيح فقال تنزيه الله تعالى عن السوء وقوله تعالى أسرى بعبده أي بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسوري سير الليل قال الشاعر ولي لكن ذات ندى سريت ولم يلتني من سراها ليت وقوله من المسجد الحرام فيه قولان أحدهما يعني من الحرم والحرم كله مسجد وكان صلى الله عليه وسلم حينما أسري به نائما في بيت أم هانئ بنت أبي الطالب روى ذلك أبو صالح عن أم هانئ الثاني أنه أسري به من المسجد وفيه كان حين أسري به روى ذلك أنس بن مالك ثم اختلفوا في كيفية إسرائيه على قولين أحدهما أنه أسري بجسمه وروحه روى ذلك ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبو هريرة وحذاف بن اليمان واختلف قائلوا ذلك هل دخل بيت المقدس وصلى فيه أم لا وروى أبو هريرة أنه صلى فيه بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء ثم رجع به إلى المسجد الحرام فصلى فيه صلاة الصبح من صغيحة ليلته وروى حذيفة بن اليمان أنه لم يدخل بيت المقدس ولم يصلي فيه ولا نزل عن البراق حتى عرج به ثم عاد إلى مكة والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بروحه ولم يسر بجسمه روى ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه وروى عن معاوية قال كانت رؤيا من الله تعالى صادقة وكان الحسن يتأول قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس أنها في المعراج لأن المشركين كذبوا ذلك وجعلوا يسألونه عن بيت المقدس وما رأى في طريقه فوصفه لهم ثم ذكر لهم أنه رأى في طريقه قعبا مغطى مملوءا ماء فشرب الماء ثم غطاه كما كان ثم ذكر لهم صفة إبل كانت لهم في طريق الشام تحمل متاعا وأنها تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق فخرجوا في ذلك اليوم يستقبلونها وقال قائل منهم هذه والله الشمس قد أشرقت ولم تأت وقال آخر هذه والله العيل يقدمها جمل أورق كما قال محمد وفي هذا دليل على صحة القول الأول قال أنه أسرية بجسمه وروحه وقوله تعالى إلى المسجد الأقصى يعني بيت المقدس وهو مسجد سليمان ابن داود عليهم السلام وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام ثم قال تعالى الذي باركنا حوله فيه قولان أحدهما يعني بالثمار ومجار الأنهار الثاني بمن جعل حوله من الأنبياء والصالحين ولهذا جعله مقدسة وروى معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى يا شام أنت صفوتي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي لنريه من آياتنا فيه قولان أحدهما أن الآيات التي أراه في هذا المصر أن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة وهي مسيرة شهر الثاني أنه أراه في هذا المصر آيات وفيها قولان أحدهما ما أراه من العجائب التي فيها اعتبار الثاني من أري من الأنبياء حتى وصفهم واحدا واحدا إنه هو السميع البصير فيه وجهان أحدهما أنه وصف نفسه في هذه الحالة بالسميع البصير وإن كانت من صفاته اللازمة لذاته في الأحوال كلها لأنه حافظ رسوله عند إسرائه في ظلمة الليل فلا يضر أن لا يبصر فيها وسمع دعاءه فأجابه إلى ما سأل فلهذين وصف الله نفسه بالسميع البصير الثاني أن قومه كذبوه عن آخرهم بإسرائه فقال السميع يعني لما يقولونه من تصديق أو تكذيب البصير لما يفعله من الإسراء والمعراج رقم اتنين قول الله عز وجل وآتينا موسى الكتاب يعني التوراه واجعلناه هدى لبني إسرائيل يحتمل وجهين أحدهما أن موسى هدى لبني إسرائيل الثاني أن الكتاب هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دوني وكيلا فيه ثلاثة أقاويل أحدها شريكا قاله مجاهد الثاني يعني ربا يتوكلون عليه في أمورهم قاله الكلبي الثالث كفيلا بأمورهم حكاه الفراء رقم ثلاثة قوله عز وجل غرية من حملنا مع نوح يعني موسى وقومه من بني إسرائيل غرية من حملهم الله تعالى مع نوح في السفينة وقت الطوفان إنه كان عبدا شكورا يعني نوحا وفيه قولان أحدهما أنه سماه شكورا لأنه كان يحمد الله تعالى على طعامه قاله سلمان الثاني أنه كان لا يستجد ثوبا إلا حمد الله تعالى عند لباسه قاله قتادة ويحتمل وجهين أحدهما أن نوحا كان عبدا شكورا فجعل الله تعالى موسى من غريةه الثاني أن موسى كان عبدا شكورا إذ جعله الله تعالى من غرية نوح الآية رقم أربعة قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب معنى قضينا هاهنا أخبرنا ويحتمل وجها ثانيا أن معناه حكمنا قاله قتادة ومعنى قوله وقضينا إلى بني إسرائيل أي قضينا عليهم لتفسدن في الأرض مرتين الفساد الذي فعلوه قتلهم للناس غلما وتغلبهم على أموالهم قهرا وإخراب ديارهم بغيا وفي من قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولا أحدهما أنه زكريا قاله ابن عباس الثاني أنه إشعيا قاله ابن إسحاق وأن زكريا مات حتى أنفه أما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني فيحيى ابن زكريا في قول الجميع قال مقاتل وإن كان بينهما مئة سنة وعشر الآية رقم خمسة فإذا جاء وعد أولاهما يعني أولى المرتين من فسادهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد في قوله بعثنا وجان أحدهما خلينا بينكم وبينهم خذانا لكم بظلمكم قالوا الحسن الثاني أمرنا بقتالكم انتقاما منكم وفي المبعوث عليهم في هذه المرة الأولى خمسة أقويل أحدها جالوت وكان ملكهم طالوت إلى أن قتله داود عليه السلام قاله ابن عباس وقتاده الثاني أنه بقتنصر وهو قول سعيد بن المسيب الثالث أنه سنحريب قاله سعيد بن جبير الرابع أنهم العمالقة وكانوا كفارا قاله الحسن الخامس أنهم كانوا قوما من أهل فارس يتجسسون أخبارهم وهو قول مجاهد فجاسوا خلال الديار فيه خمسة تأويلات أحدها يعني ماشوا وترددوا بين الضور والمساكن قاله ابن عباس وهو أبلغ في القهر الثاني معناه فداسوا خلال الديار ومنه قول الشاعر إليك جسد الليلة بالمطي الثالث معناه فقتلوهم بين الضور والمساكن ومنه قول حسان بن ثابت ومن الذي لاقى بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكري الرابع معناه فاتشوا وطلبوا خلال الديار قاله أبو عبيدة الخامس معناه نزلوا خلال الديار قاله قطرب منه قول الشاعر فجسنا ديارهم عنوة وأبنا بسادتهم موثقين رقم ستة قول الله عز وجل ثم ردنا لكم القرة عليهم يعني الغفر بهم وفي كيفيت ذلك ثلاثة أقويل أحدها أن بني إسرائيل غزوا ملك بابل واستنقضوا ما في أيديهم من الأسرة والأموال الثاني أن ملك بابل أطلق من في يده من الأسرة ورد ما في يده من الأموال الثالث أنه كان بقتل جالوت حين قتله داود وأمددناكم بأموال وبنين بتجديد النعمة عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا فيه وجهان أحدهما أكثر عزا وجاها منهم الثاني أكثر عددا وكثرت العدد تنفر عدوهم منهم قال تبع ابن بكر فأكرم بقحقان من والد وحمير أكرم بقوم نفيرا قال قتادة فكانوا بها ماتي سنة وعشر سنين وبعث فيهم أنبياء الآية رقم سبعة قال الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأن الجزاء بالثواب يعود إليها فصار ذلك إحسانا لها وإن أسأتم فلها أي فإليها ترجع الإساءة لما يتوجه إليها من العقاب فرغب في الإحسان وحذر من الإساءة ثم قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم يعني وعد المقابلة على فسادهم في المرة الثانية وفي من جاءهم فيها قولان أحدهما بختنصر قاله مجاهد والثاني أنه أنطيقوس الرومي ملك أرض نينوى وهو قول مقاتل وقيل أنه قتل منهم مئة ألف وثمانين ألفا وحرقت ثوراه وأخرب بيت المقدس ولم يزل على خرابه حتى بناه المسلمون وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة يعني بيت المقدس وليتبروا ما علوا تدبيرا فيه تأولان أحدهما أنه الهلاك والدمار الثاني أنه الهدن والإخراب قاله قطرب ومنه قول لبيد وما الناس إلا عاملان فعامل يتبروا ما يبني وآخر رافعوا الآية رقم 8 قول الله عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم يعني مما حل بكم من الانتقام منكم وإن عدتم عدنا فيه تأولان أحدهما إن عدتم إلى الإساءة عدنا إلى الانتقام فعادوا قال ابن عباس وقتاده فبعث الله عليهم المؤمنين يدلونهم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة الثاني إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى القبول قال بعض الصالحين وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فيه تأويلان أحدهما يعني فراشا ومهادا قاله الحسن مأخوذ من الحصير المفترش الثاني حبسا يحبسون فيه قاله قتادة مأخوذ من الحصر وهو الحبس والعرب تسمى الملك حصيرا لأنه بالحجاب محصور قال لبيد ومقامة غلب الرقاب كأنهم جن لدى باب الحصير قيام الآية رقم تسعة قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام فيه تأويلان أحدهما شهادة أن لا إله إلا الله قاله الكلبي والفراء والثاني ما تضمنته من الأوامر والنواهي التي هي أصوب قاله مقاتل حقا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدل لهم عذابا أليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الأعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الجيار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا كم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين عملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار يغصره مغصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزو وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنوما مذحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط ها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف بالقتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدُحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتْتَخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَافًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تزبيحهم ولكن لا تفقهون تزبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدباره النفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقولوا ظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتضعون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلموا بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض وقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل اضعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مصطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثامود الناقة مبصرة فضرموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر بظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأغقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض أنبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ووكما وصما مأواهم جهنم كلما خغت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبوا غالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء ععد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل اضع الله أو اضع الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافد بها وبتغبين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لا تنسوا الاعجاب بالمنزل والاشتراك في القناة